بدي أرجع لسالم زهران المحلل السياسي موامجي بمعلوماتك؟ مصادر معلوماتك؟ لأ اليوم غير مبارح غير أول مبارح وقت كان داعش والنصرة والتكفريين عم بفجروا ببيروت انت كنت بحاجة لرجل أمان يكون مصدر وتحديداً بالجيش اللبناني لأنه أكتر واحد شغال مين كان مصدرك وقتها؟ كان ما قال تعرف الصحفي ما قاله حق يسمي بس كان ضابط كبير بالجيش اللبناني طب بالملف السوري من وين مصادرك في سوريا؟ بسوريا يعني اللي بيعرفوا بالوضع بسوريا سوريا فيها نسبة تحليل أكتر من نسبة معلومات لأنه الدولة السورية هي أذا بدك بالمعلومة أصعب وأنا مني خب يعني مني معلق عسكري أو أنا معلق استراتيجي بحكي بستراتيجية فيه يكون وزير الإعلام فيه يكون ضابط كبير فيه يكون وزير أنا صاحبي مع نصف مجلس الوزراء بالسورية مثل ما أنا صاحبي مع نصف مجلس الوزراء بالسورية يعني الناس بتدائما كمان حسب الخبر يعني شوه الخبر بالدورة على المصدر يعني بالانتخابات السورية ما تتركت مقابلة هلأ بس إذا بتنتبه لهم هني مش متكلين على المعلومة أما هني متكلين على القراءة السياسية علاقتك مع الفنانين سوي هيكب لا ما هي الناس ما بيع إنه نوال الزغبة ما بيعرف الناس أنا بعرف الفنانين قبل السياسيين أنا بالإزاعة بس ما السياسة فرقت هالناس كلنا عن بعضها وأحيانا أنت على علاقة مع الفنانين يمكن على خصومة سياسية أنا بحياتي الشخصية أصدقائي هني من كل التيارات ومن كل الأجواء وبفصل حياتي الشخصية أبدا عن حياتي السياسية أنا بشر بالآخر بالعكس أنا بستمتع مع الناس اللي هني من الرأي الآخر وأنا بستمتع أكثر بالجلسات اللي ما في يعني آش سياسية مين أكثر فنان قريب لقلبك أو فنانة نوال الزغبة نوال إخت ونوال إخت الرجال نوال ثائرة على تويتر نوال يعني جديد عم بتفوت أغمى بس هي بالعادة بتتعاطب الوطني بالعمومة نصحتها أنه عم بت محفوتي؟ نصحتها وقالت لي معك حق بس قوادي بيطلع خلقه وكل ما تتذكر قديش طير له بالبنك ما صاري بفهمها 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 وأنا نوال لأنا أختي نصحتها طير شو بديك بشاري حتى معنا ما تعطي موقف أخذت بنصيحتك؟ بتاخدها جمعة بترجع تنفعل بس تتذكر المصريات تتذكر المصريات ويتلع خلقه راغب علامة بيعطي رأيه بالسياسة ويهاجم لا راغب إن بالسياسة يعني راغب أكثر من مرة بس يهاجم راب وراغب عنده مؤسسات ومدارس غير إنه بيغني وبالتالي لا راغب إن باللعبة هلأ راغب شو يقول لا تلعب بالنار بتحرق صبيعك هو أصبيعه بقلب النار بصار معوّن تنصحه ولكمّر؟ ما بقى فيك تنصحي هو راح خلص يعني هو بقلب اللعبة فيك تنصحي يوصل لمنصب سياسة برأيه؟ اليوم لا اليوم ما عاش مغري نيابة والوزارة اليوم بتزغرك مين السياسة الأكرب لقلب صديقك اللبناني؟ اوفوا على السؤال هلأ أنا شخصيا يعني إنسانيا أميل أميل لحود أميل أميل لحود أميل أميل لحود أميل أميل لحود هو خيه مش صديقي يعني هو اللي كل يوم لازم نحكي مع بعض يعني كل يوم كل يوم كل يوم وباليوم أوقات تطعب أربع مرات أميل رفيقه أميل جدع بسوريا مين صديقك سواء من الفنانين أو من السياسيين الفنانين محمد خيري أبو نصر صديق وخير ورفيق وحبيب والسياسيين ليك عالسؤال بدي الجوابك أنا والدكتور نيزار اليازي يجزي صحاب كتير لي كموزير صحة وهيكو في علاقة خاصة بيننا بس؟ لا في كتار بس الأقرب لقلبك نيزار أقرب ما في مقابة اللي بيطلع فيها سالم زهران ما بيضيف شيء ما بيعمل فرقع أو سكوب بالعالم العربي ما بيشوفونا كمان وقفت قدامي كاكي خبرت قصتي متل ما هي بدون روتوش ما ضل مطرح لسكوب بقل إذا بيسأليني سواء المحدد بجيو بيجيو بيجيو بمحدد ما بيعرف وقت يعني بيعطيني شيء عن سالم زهران بعيدا عن السياسي بعيدا عن التحليل بتحب الناس تعرفوا عنك وما بتعرفوا ما قدرت بولا مقابلة توصلوا أنا بيعتقد إذا لو طفولتي كانت مسجلة كل اللي بيكرهوني مش شرط يحبوني بس كانوا رح يحترموا هيدا الولد اللي كان عمره 11 سنة ويشتغل 12 ساعة لا يقدر يتعلم ويأكل هو أمه هيدا هيدا الطفولة بيحس إنها لو إنها مسورة يعني هيك متل ما هي كانت فرجت حقيقة صورتي أنا مؤمن إنه الإرادة يبقى التصميم صح؟ حدهم ما ديجيكي أحظه توفي هلا بتسميه دعا الأم بتسميه ما بدك هيه هلي مع بعضهم خلطة يوصلك الله يوفقك الله يحفظك شكرا كتير شكرا كتير وإنت كماني أخت وصديقة من الزمن الجميل أنا على عكس ما كل الناس بتفكير بتمنى يرجع فيه الزمن على الصف عم بعلم كنت واحدة من أشطر الأسادي وعى السفير عم يكتب على المقال وعى الإداعة مخبة وراء كنت محاول رائعة كل حال اليوم الصباح مش تعرفت قاعد عم بتروى فوصل المخرج لكبير جواد الأسادي سلم علي وقالنا مش ملتقيين من إيام الإزاعة من 15 سنة بالأول ما عرفته بعتذر منه على الهواء بعدين ضغري عرفت قلت يا ريتني بعدني ضيف وحاور جواد على الهواء لا الناس بفكروا إنه اللي نحنا فيه شي مليح لا اللي نحنا فيه هو أسوأ شي ورابعة أنت عشتي هنا أحيانا بتعملي موقف مش أصدق فيه شي بتتعرضي لتنمر ولا تجريح وهلأ أولادنا صاروا جبار وبفوتوا يقروا زمن السوشيال ميديا للأسف وفتح الباب للناس من هب ودب بس دايما الرب بيشوف القلب ما بيسمع بس الصوت واللسان لهيك بعتقد عم بتوفى لأنه اللي موجود بالسماء بيعرف شو فيه جواتي الله يوفى مرسي إليك ومرسي لهالمحطة شكرا وأنا فخور إني معك رابعة وفخور إني برنع هالمحطة هيك اللي عاملة تركيبة بتشبهني عاملة فرق كريبة تشبهني لبنانية سورية أنا وطفلة أثرت كتير بفيلم داود على الحدود دوريد لحام بحس حالي مثل داود الآن بها 12 كيلومتري اللي بننص من لبنان وسوريا كتير دوريد لحامل أستاذنا وحبيبنا شكرا ومرسي لديانا لنضال العين الحلوة وإن شاء الله نكون خبرنا قصدنا كتير حلو اللي حكيته شكرا جربت أتعرف وعرفكم على شخصية جديدة من سالم زهران اللي بتعرفوه ما بعرف إذا نجحت اشتركوا في القناة